عاجل رسميا الان مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد اخر تراجع بعد رحلة صعود طويلة اخيرا الدولار بدأ ينزل من 50 جنيه 58 ارش يوم 6 مارس للنهاردة 17 مارس 47 جنيه 76 ارش في البنك المركزي النهاردة اصبح ان ده هبوط قوي حكومة اعلنت انهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسعر الدولار هبوط تاني سعر الدولار النهاردة في البنوك البنك الاهلي سجل 47 جنيه 80 ارش للشراء و 47 جنيه 90 ارش للبيع بنك مصر سجل 47 جنيه 79 للشراء و 47 جنيه 89 ارش للبيع السي اي بي سجل 47.75 للشراء و 47.85 للبيع طيب ايه السبب في هبوط الدولار اولا هو قرارات البنك المركزي اللي قرر انه يحدد سعر الصرف وفقا لقاليات السوق ويزود سعر الفايدة 6% سوق الموازية للصرف انتهت وده هيساعد على كبح جماح التضخم الخبير الاقتصادي الدكتور جمال هيكل بيقول ان الدولار ممكن ينزل ل40 جنيه في الاشهر القليلة الجاية ده خبر حلو جدا الحمد لله على كل حال وربنا يبارك لنا في رزقنا ويهون علينا جينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار البسيطة والخفيفة اتمنى اكون خفيفة على حضراتكم وتقلتش عليكم ان شاء الله رمضان كريم عليكم كان معكم اسلام الامير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته